والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هذه الآية من سورة النور أوردها الله تبارك وتعالى بعد قصة حادثة الإفك لما اتهم المنافقون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا عياذا بالله ربنا تبارك وتعالى أنزل في شأنها عشر آيات في براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها آيات تتلى إلى خيام الساعة بر الله تبارك وتعالى فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقال العلماء من شك في براءة السيدة عائشة بعد هذه الآيات فإنه مرتد يجب أن يقتل ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك كما ذكر العلامة ابن كثير عليه رحمة الله أي إنسان يشك مجرد الشك في براءة السيدة عائشة فإنه مرتد عن دين الإسلام يجب أن يقتل واليوم تجد من يسب ويطعن في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما فعلت الرافضة قبّعهم الله يطعن في براءة السيدة عائشة ويقول إن السيدة عائشة زنت بل قالوا إن جزءاً من جسد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار لأنه مس فرج السيدة عائشة الزانية عياذاً بالله قاتل الله الرافضة أنا يؤفكون دين ناس مجارمة ناس مجارمة يسبوا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ويطعن في كلام الله تبارك وتعالى ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم نصيب من قول الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ربنا قال لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء يقدر يجيب شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون كالطابين وفسق الذين يتهمون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد ذلك جاءت هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لأن المنافقين لأن المنافقين الذين أشاعوا الفاحشة واتهموا عائشة رضي الله تعالى عنها شف صنف المنافقين منذ قديم الزمان يحبون انتشار الفواحش بين المسلمين لذلك لما أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن الله عز وجل بالحجاب بعد أطوال ربنا زكر شأن المنافقين قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تغتيلا شوف المنافقين ربنا ما زكرهم بعد آية الحجاب ساكت لحكمة لأن المنافقين يحبوا انتشار الفواحش وما بيحبوا حجاب النساء شوف كون المرأة تكون محجبة دين منافقين ما بيحبها دارين النسوان يكونوا عرايا ويلفوا في الأسواق عرايا هي لابسة لكن عريانة كاسي عارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين دارين شغل زيدا ومن تبعهم وهو يعلم فهو منهم أنزول البخل بناتو ونساو يطلع من البيت مدبرجات وعاريات وكاسيات وهو يعلم الأدلة من القرآن والسنة ويرضب الكلام فهذا فيه شبه من المنافقين وهذا يدخل في هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إذا كان بمجرد محبة إشاعة الفاحشة ربنا قال لهم عذاب آليم في الدنيا والآخرة مجرد المحبة ما بالك بالرضا عن الفاحشة والسعي في انتشار الفاحشة زول يشتري لبناتو ملابس عريانة هو براهو يشتري يجيب من السوق يجيب له توب شفاف لمرته شفاف يعني جنوه يعني يصف ما تحت ما تحته بيصف جسد المرأة هو براهو مش اشتري الكلام ده من السوق وعارف إنه شغل دي ما بجوزه حرام هذا له نصيب من هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة هي الزنوب المستقبحة زي الزنة زي اللواط وغيرها زي زنوب مستقبحة شكذا ربنا قال ولا تقرب الزنة إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهناك لوط عليه السلام قال يا قوم إنكم لتأتون الفاحشة قال العلماء وتعريف الفاحشة بالألف واللام أشد من عدم تعريفها شوف في الزنة ربنا قال فاحشة وفي اللواط قال جنوه الفاحشة اللواط أشد من الزنة لأنه مخالف حتى للفطرة إتيان الذكر للذكر ده مخالف للفطرة الفطرة ساي مخالفة للفطرة وده موجود الآن في المجتمع كل ده فيه الزنة موجود والعياذ بالله واللواط موجود والعياذ بالله حتى إتيان البهايم والعياذ بالله الناس يأتوا البهايم سبحان الله بهيمة يا أخي يفعل الفاحشة مع البهيمة نسأل الله العافية ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الاثنين اقتلهم الاثنين اقتلهم فربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا برضو من إشاعة الفاحشة الناس اللي بيعملوا الحفلات في البيوت حفلات ويجيبوا فنانين ويجيبوا فنانات يا أخي ذول يعمل له حفلة يمشي يجيب له فنانة تقدر تجيب لك فنانة وتقول له من شروط الحفلة إنك تكون لبس الحجاب ذول يشوفك مافي تقدر تلقى لك فنانة زي ذي في الساحة في فنانة زي ذي مافي لو قلت لك إذا تقول لك إنت مجنون ولا شنو أمش أمش شوف لك ذول تاني ينفع معك ما بتجيك ذاته يمشي يجيب له فنانة هي ذاتة متبرجة عريانة هي ذاتة عريانة تجي تترقص للرجال في الحفلة هو جاب الفنانة جابه وجاب له ساوينات ساوينات دي يعني شنو يعني هلم إلينا هلموا إلينا تعالوا لينا تعالوا جاي تقال الساوي دا شنو يعني داير الصوت يكون حالي شان الناس يجوه والحفلة ذي باقي لك فيها شنو فيها عوري نسوان عاريات وفيها خمرة وفيها مخدرات والحفلة ذاتة لو ما بيقى فيها الحاجات دي بيقول لك دي حفلة بايقة مش كده تقدر تعمل حفلة ما فيها نساء تقول حفلة من غير نسوان يطلعوك متخلف يقول لك عمك دا أظن داري بقى مع الجماعة أظن كده لكن لسه كراء جوة وكراء برا يقول لك يا أخي دا معقولة يا أخي معقولة يا أخي يقول لك اليوم دا منتظرين من زمان تجي تقول النسوان برا والرجال جوه ما بيغلوك أهل الهوى شاكذا تعمل حسابك من البداية ما تفتح باب زيدا شاكما تبقى من الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا عياذا بالله ما تفتح باب زيدا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا دين نصيب شنو ربنا قال لهم عذاب أليم وين وين في الدنيا والآخرة عذاب أليم في الدنيا قال بعض العلماء أي بإقامة الحدود وقال بعضهم الآية عامة وده الصحيح لأنه ربنا قال عذاب أليم لم يذكر نوع معين من أنواع العذاب يصيب جميع أنواع العذاب العذاب البدني ممكن ربنا يبتليك والله تعمل لك حفلة تنشر الفاحشة بين المسلمين ربنا يبتليك في مالك في بدنك يبتليك في ولدك شفت يجيب عليك مصائب انت براك انت السبب فيها ده كل من أنواع العذاب في الدنيا والآخرة ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بعدين هناك جهنم عياذا بالله لأنه في الدنيا هنا كان بيحبوا إشاعة الفاحشة في المؤمنين طيب أخوانا إذا كان ربنا ذكر الكلام ده وذكر هذه العقوبة في الذين يحبون انتبه يحبون مجرد المحبة أن تشيع الفاحشة ما بالك بل الذين يحبون أن تشيع أن يشيع الشرك في الذين آمنوا وما بالك بالذين يسعون مش يحبوا بس يسعون في إشاعة الشرك بالله عز وجل بين المسلمين ده أكبر ولا ما أكبر الفاحشة أكبر ولا الشرك يا ناس الفاحشة الزنا واللواط أكبر ولا الشرك الشرك بالله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم أكبر ذنب شنوه قال أن تجعل لله ندّا وهو شنوه وهو خلاقك وهو خلاقك لما انتراجع كتاب البرعي كتاب البرعي ديوان رياض الجنة ونور الدجنة قال إنه بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل تعرف كلام البرعي ده أكبر من ناس الزنا وأكبر من ناس اللواط وأكبر من الذين يسعون في إشعة الفواحش في الذين آمنوا أكبر من ده كله الكلام بتاع البرعي ده الكلام بتاع البرعي ده وللعسف الشديد هو جايبه بإسم الدين ديك ما معروفين ناس الحفلات في زول ما بيعمل لك حفلة بإسم الدين إلا جمال المرضاني الناس الأخوان المسلمين يقول لك قناة ديني حفلة دينية عرفتها؟ حفلة دينية يقول لك نعمل حفلة دينية ونعمل زي إسلامي تعرفت زي الإسلامي؟ هو ما إسلامي هو زي الإسلامي زي الإسلام عرفتها؟ وعندهم خالط ذاته خالط شرعي يعني تغلط البيت بس يكون بينك وبينها في مترين ونص لو قربت شوية يقول لك حرام مترين بينك وبين البيت لا كله أمس بتعقوان مسلمين عرفتها؟ الغنى دخلوا في الدين والكورة دخلها في الدين عرفتها؟ ما أسمعتها زمان النشيد بتاهم الجكة دي لله والصالعة دي لله الصالعة ده دخلوها في الدين والجكة دخلها في الدين تشغل كله بتاع أخوان مسلمين عرفته. لكن في الغالب دي الناس عارفين نفسه الناس. الفواحش. عارفين رقبتهم بيصوه في شيء حرام. الاروة كيف لك زول سكران. ودعتهم مما يشوفك عندك دقنه كده. قل لك ما قلنا. هلقى اللي سلينا هل الفاتح يا اخي. الله يتوب علينا. ده السكران. لانه عارف رقبته سكران. وعارف نفسه عامل في الحرام. المشكلة في ناسبوك الشيخ. البيانشور الشرك. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعها. ونشروا الكتب. نشروا الكتب. زمان كان بيقولوا الكتب ما حقتنا. هس بيقى يقول الكتب حقتنا. لكن فيها شيء مدسوس. مدسوس. مدسوس دي طبعا واهمة جديدة. ما رقبها ناس اللي ذارك. وناس حامد بابكر. تعارف ده? زي ذول بيبيع لفي خمرة. انا اضرب لك مثال. ولا بيبيع في مخدرات. زول معروف. عشرين سنة شغال في الشغلان دي. في الشغلان دي. لما نجو ناس المباحس. ويلقطوا من جوابات ويطلعوا الكزاس. ويطلعوا المخدرات. يقول له والله الحاجات دي مدسوسة. ما حقتين. واللي قواه جواباتك. تايد قول مدسوسة? ما حقتين? قاعدة جواباتك. طيب وقد ما حقتك. انت خليها قاعدة جواباتك. ليه? يا اللي ذارك. ويا حامد بابكر يا صوفية. قلتوا بيس قلتوا الكلام ده مدسوس. طيب خلنوا قاعد في الكتب ليشنو? ليه ما بتمشي تفتحوا بلاق? في المطبع التي طبعت هذا الكتاب. ليه ما بيفتحوا بلاق? في الدارة السودانية للكتب. ليه ما بيفتحوا بلاق? في دار الاسباط. اوليه يلجأ صوفية لتسمية المحرمات والشرك والخزعبلاد. الخزعبلاد ليسموها شطاحات طالما هي مدسوسة. يا اللي ذارك. تقالني احنا وامنا فهم? ما عندنا عقول? لما انتمسكوا بيجاي يقول لك شطاحات. لما انت قل له شطاحات نافية يقول لك ما تسوس. واشنو انت قالوا هل عبين معك سكسك? ها? لكن عشان تعرف انه ده كله دين باطن. ملخص الكلام يا اغوانا. ملخص الكلام. انه اشاعة الشرك. وكذلك البدع والخرافات اشد من اشاعة الفاحشة. لذلك الذنب والعقوبة اشد واغلظ. اكتفي بهذا القدر وقدم الشيخ شهاب. وصية القحطان. بالله قولوا كلما انشدت مرحبا الاله شداك يا قحطان.